اشتركوا في القناة الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وكبار المسؤولين في القطاع الصحي واشهد معالي بالدعم المحدود لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لكافة الجهود الوطنية التي تمثل اطار عمل يسترشد به يسترشد به فريق البحرين في سبيل الحفاظ على الصحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين بما يسهم في القضاء على جائحة فيروس كورونا وفي تصريح بهذه المناسبة شرى معالي رئيس المجلس الاعلى للصحة الى ان مركز الفحص الاضافي الجديد يهدف الى رفع الطاقة الاستعابية للفحوصات المختبرية لفيروس كورونا وتقليل اوقات الانتظار بما يضمن تعزيز مسارات التعامل المختلفة نحو التصدي للفيروس والذي تم تجشينه لتوسيع نطاق الفحوصات الوطنية وفقا للارشادات والمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وفي اطار الجهود المبدولة للتصدي لفيروس كورونا نوها معالي بان المركز الاضافي للفحص من المركبات تم تجهيزه بافضل المواصفات والمعايير الطبية والشمل على قاعات لاستقبال المركبات للمسح واخذ العينات واكد معالي الشيخ محمد بن عبد الله ان الخطط الاحترازية والاستراتيجيات الوقائية والرقابية التي يتم العمل على تنفيذها على وجه السرعة والتي من بينها العمل على تخصيص هذا المركز تأتي في اطار السعي الى تسخير كافة الطاقات والامكانيات الهدفة الى الاستمرار للتصدي للفيروس وضمان سلامة وصحة كافة المواطنين والمقيمين في المملكة كما نوه معاليه بالجهود الوطنية المخلصة المقدمة من قبل الطواقم الطبية والصحية وبوستواء التعاون والتنسيق المشترك والجهد المبدول بين مختلف الجهات المعنية بمملكة البحرين وفق توصيات منظمة الصحة العالمية بهدف تنفيذ وتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس وفي ختام الزيارة اكد معاليه همية التزام الجميع بتطبيق الارشادات والتوجيهات وتنفيذ كافة الاجراءات التي يعلن عنها اتباعا من الجهات الرسمية المتخصصة من اجل تعزيز صحة وسلامة المجتمع ترجمة نانسي قنقر